لو أنا مكاني الكاميرون محمد عبد المنعم ده لم يختبر أصلاً يعني ده المصريين نفسهم أول مرة يشوفوه بهذه الكفاءة أو بهذه الطريقة فهنا المذاكرة يعني حيذكروا إيه؟ وهو ده على فكرة برضو عشان ناس ده زكاء كيروش طبعا ده سبب خروج محمد شريف محمد شريف ناس بتقولك هو يعني طب هو لو كان مش حيخرجه تاني ونزله من الأول ليه؟ ما كان ننزل زيزو ما كان مصطفى محمد دلوقتي احنا مش جايين جامل أنا نزلت محمد شريف لأنني محتاج في الأن 10 دقايق اللي جايين مهاجم مهاجم فنزلته بكامو الصفى محمد عشان أنا محتاجم و كان يلعب يلعب يحمد أن هو يكسب في الوقت العافية أبعم أنا أقولك محتاج مهاجم فأنا عايز أكسب لما خرجته خرجته ليه لأنه محمد شريف لما لعب قدام قطر في كاس العرب ضربة الجزئة ضيع فهو مش مسدد جيد فطبيعا عايز نزل أحسن مسدد عندي فهو الموضوع اللي عند في محمد شريف ولا استقصاد ولا رخامة هو الموضوع ان انا اللي هكسبه هلعبه بس كده السنغال ايه بقى يعني احنا دلوقتي هنعمل ايه بقى في السنغال يعني سنغال مباراة طبعا اكيد مين بكرايت على طول يعني امام اعتقد امام هو الاعرب وكمان هو ظهر النهاردة كويس يعني هو بمجرد نزوله بصراحة محسناش خالص ان في مشكلة في مركز غريل ايمن لأسف عندنا مشكلة كبيرة اقرم توفيق رباط صريبي بعد كده يعني يعني بصراحة حاجة صعبة حجازي ما بقاش موجود حجازي مساك يعني حجازي مساك انا بكلم على المركز عمر كمال عمر كمال لائب وظهر بشكل كبير رغم ان هو مش مكانه وتقلق وبعد خلاص محفظ مهام المركز وكل حاجة يتعرض للإيقاف وقبل المباراة نهائية كمان فخطأ يعني زي ما بيقوله ضربك قوي ولكن كلنا سيخف اللعيبة وكلنا سيخف كيروش اللي هو قدر يعمل زي ما احمد قال 25 لعيب هل تتوقع ان امام عشور ممكن يعمل نفس كفاءة عمر كمال اكيد مش هيبقى كون بنفس الكفاءة لان عمر كمال على اقل يلعب اكتر من براء وليعب اكتر من تم اختباره تم اختباره وليعب ودخل اجواء وحفظ زماله اكتر وتاع ولكن امام عشور لعيب كبير ولعيب كويس وظاهر مع زمالك بس مش في المكان ده هو في المكان اكتر في خط الوسط فهو بالتالي هو لعيب كويس ولعيب مؤثر جدا معنات زمالك ولكن انا متأكد الكتيبة دي لعيبة رجالة اي رجل هينزل هتحطه في اي مكان هيلعب على فترة لعيبة كتير جدا لعيبة كتير جدا في منتخبنا لعبوا في اماكن غير اماكنهم وتقلقهم شفنا ايمن اشهر بشكل كويس في مركز جديد جدا خط الوسط شفنا عمر كمال نفسه تقلق بشكل كبير وهو مش مركزه اساسا مركز الزاهر الايمن شفنا تريزيجي بيتم توظيفه خط وسط مرة جناح مرة يطلع لما نزل تريزيجي في الاول احنا فكرين كويس قوي ودي كانت من الاتحامات اللي كانت موجهها لكيروش بانه بيحب المحترفين ورغم اصابة تريزيجي ومش اتهام دي حقيقة في الاول قالك حيعرف يتعامل مع الكورة دلوقتي احنا شايفين انه خلاص انت متقبل تريزيجي وعارف انه هيعمل اي حاجة كويس هو تريزيجي برضو احنا خلينا برضو مش عايزين نزل تريزيجي الراجل جاي من اصابة تقريبا سنة الراجل كان عنده روباط صليبي بس نزل عندها قلق عندها قلق اكيد بس في نفس الوقت انا واحد من الناس كان عندي ثقة في تريزيجي ان تريزيجيي لعيب من النوعيات اللاعبة اللي ما تلاقيهاش كتير اولا لعيب مؤثر جدا ومؤثر مع منتخب مصر قبل حتى الاندالي بيلعب فيها يعني طول الوقت كان يقولك ده حتى كان كلام بيتقال من قبل من الاصابة كان يقولك دايما ان تريزيجيه تأثيره مع المنتخب اكتر من صلاح يعني ده حتى كلمة كبيرة جدا ان يتقال ان اللاعيب ايا كان كنته ايه تأثيره اكتر من صلاح وبالتالي تريزيجيه قيمة كبيرة جدا لمنتخبنا لعيب بيقدر يعني الراجل ابن منتخبات زي ما بيقوله فبالتالي اه فعلا طبعا الاصابة اكيد قصرت عليه لا بيقعد سنة كاملة ما بيلعبش اكيد عودته كانت صعبة ولكن هو تدريجيا يتدى يدخل في الاجواء كان سبب رئيسي في الفوز على المغرب والنهاردة ظهر بشكل كويس فوزي هنلعب ازاي مع السنغال نفس طريقة اللعبة ولا حيغير لا احنا دايما بطريقتنا واحدة هنلعب بيها طبعا على فكرة الباكي ليبين ايا كان حتى لو كان اكرم توفيق اللي حيلعب المطش الجاي فهو اكتر واحد اكرم توفيق رباط صليم ما نقولك حتى لو كان اكرم توفيق اللي حيلعب المطش الجاي تبقى مهميته صعبة لانه في الاخر بيلعب على احسن جناح شمال في البطولة فما بالك لو احنا بنلعب بلاعب تاني مطش يلعبه اساسا كباكي مين اللي هو حتى مش عمر كمال اللعب في البطولة كلها فالله يكون فعون امام عشور حيبقى قدامه مهمة صعبة ولازم لعب خط الوسط اللي حيلعب ويقفل معاه هيكون برضو معه دور مهم انه هو يقفل على ساديو ماني لانه بيلعب على احسن جناح شمال في العالم هي هتبقى مباراة مبتاع ساديو ماني هيبقى موجود محمد صلاح تريزيجي انني سؤال سريع بقى كلمان سريعة جدا الاندية المصرية هتراجع نفسها بعد ان عدد من اللعيبة اللي كان بتقفلت ببانو قدامهم في الاحتراف ايه رأيه؟ الاحتراف لأ من هنا بنوجه الكلمة ان لازم الاندية تفتح الاحتراف للعيبة البرومس انجليزية مثلا محمد عبد المنعم لازم لازم اللعيبة دي تطلع لان فعلا الاحتراف بيفرق جدا وشفنا شفنا صلاح اللي احتراف عمل مع ايه مرموش اللي احتراف عمل مع ايه تريزيجي اللي احتراف عمل مع ايه عايزين نلاقي دايما كتيبة محترفين عشان على اقل نبقى على نفس المستوى مع المنتخبات الافريقية كلهم بطلعوا لعبتهم فبالتالي ببعندهم كواليتي لعبة كبير جدا بيقدروا يختاروا منه